وفي هذا اليوم المليء بالمشاعر بين قلوبنا وبين صدورنا لا بد أن نعترف بمشاعرنا للطرف الآخر ولهذا يجب أن نتحدث حول هذا الموضوع بحيثياته وبالقلب والعقل أيضا بصرنا وبصعدنا أن نستضيف الأستاذ مجدي وعد المدرب المتخصص في فنون إتيكيز والبروتوكول في الموصل يصعد صباحك أستاذ مجدي صباحك ياسمين صباح النور أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك سعيد صباحك وكل التحية الجميلة لألك اليوم نتحدث في موضوعنا لهذا اليوم أستاذ مجدي عن الحب بعد الحرب هل اختلفت الأمور؟ هل اختلف نوع الحب حقيقة؟ أو ماذا حصل؟ تمام تمام في البداية رحب بالقناة والراجو والغاية وبجنابك الكريم أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا وسهلا إن شاء الله أتمنىكم من المسيط من التقدم والنجاح في عاملكم طبعا الأتكيت أحنا دائما أريد نوجه للناس والمجتمع الموصلي والعلاقي على مستوى العام دائما نقول الأتكيت هي كلمة تتوى كلمة اللباقة في حسن التعامل في آداب المائدة أو في آداب السلوك كبقية الكثير من الأمور اللي احنا نستعدمها في الزيارة والحديث والسفر وإلى آخره نتكلم اليوم عن موضوع الأتكيت الحب الأتكيت الحب عادة دائما يعني احنا الناس تاخذ بالموقف أنه أتكيت للعاشقين أو للعاشق لا 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 لمو هذا الموضوع لأنما تعتمد على العواطف الإنسانية والإخلاقية ولأصحاب القلوب النظيفة كل إنسان عنده في الطبع خاص كل إنسان عنده في مواقف سلبية إيجابية وإلى آخره طبعا أتكيت الحب له مكان خاص أي واحد يتمنى طبعا ذلك في هذه المناسبة نقول على سبيل المثال اليوم مثلا عندنا مناسبة أيدي الحب الابتعاد أهم شيء في المواقف المواضيع المشاكل تجنب النقاط المواضيع السياسية تنازل عن أشياء سلبية بإمكانك أنه تتواصل من الطرفين بين العاشقين بين الأسقاء وبين الأهل والأخوة يعني تقصد أن اليوم يجب أن نتفرغ بطبيعة الحال على هذا اليوم يعني الكعات عن كل ما يعني يشوشنا أحسن طبعا الأبتعاد دائما قلنا عن النقاط والمشاكل والاهتمام الكامل بطوال هذا اليوم في هذه المناسبة حلوة ممكن يعني على سبيل المثال اليوم مثلا أنا مع الأسرة يابا خلي مثلا نروح للمطعم دعوة عشاء بمناسبة أيدي الحب يعني مع الأهل حتى الأسخاء إذا كان عندك هناك جملاء بين الزميلات المدرسين الموظفين أي شيء يابا مناسبة مإمكانك أنه تقدر عن طريق التواصل حتى لو كان هذا الموضوع هو عبارة عن نوع من أنواع أحيانا بيأخذوه من أنواع سخرية تمام متعارف عليه تمام يعني إحنا في تقديم في عيد الحب نقدر نقدم مثلا ورود الحمراء أي وردة بسيطة شوكولات على شكل القلوب يفضل تقديم الكارت للأسخاء يعني على سبيل مثال أنا عندي كثير من الأسخاء أدخل عن طريق التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الحب يعني مو شرط الصديقة أو الامرأة لا بالعاكس الأسخاء والسمالة هذا تدل على أنه فعلا أنه أكو هناك أشخاص أو فيها تحمل برض على تحسين العلاقات الجيدة مع الآخرين فإحنا دائما نسمي عيد الحب والناس في مجتمعنا يقولون أنه عيد الحب أنه عيد العشق لا بالعاكس هو مو بس العيدة لا بالعاكسية تعتمد على أجاب اللياقة نعم نعم هذه كلنا نسمي أشياء عيد الحب طيب أوكي اليوم نتحدث بعيدا عن الاتيكيت وبعيدا عن هذا الموضوع يا ترى أنت برأيك كيف يمكن أن نحافظ على قلوبنا نظيفة محبة في هذا الفترة ما رح حكي عن هذا اليوم عن هذه الفترة كيف يمكن أن نحافظ على نظافتنا يعني نظافة هذا القلب تمام تمام أشكرك على هذا السؤال هذا السؤال طبعا مهم جدا نحن برأي مجتمعنا العراقي والموسيلي أنه دائما خلت تكون قلوبنا نظيفة مع الجميع وخاصة في المواضيع الخاصة تتعلق بالأمور الشخصية بالأمور العملية وإلى قبل كل شيء أنه دائما تكون تقابتك وكل شيء يعني أنا اليوم مثلا البرحة كان عندي فد مشكلة بسيطة لكن أكثر نقدر نحله بطريقة الأتكاتية يعني الشخص المقابلي كان وعدني كذا كذا بتكليف مهام لكن أنا قبل ما تكلمت هذا تكلمت بعبارات الاحترام واللطف والسلوك أكيد الشخص المقابلي شعر بالارتياح يعني أنا شبته من بوعد على شكله ابتسم بتقافتي بطريقة كلامي قال لي أنا ممنون وأشكر يعني هذا شيء فدائما الإنسان يعني كل هذه المواقف يجب أن يكون هناك أحرص على اللطف والتعامل خاصة في مجال المقابلة وفي مجال أي موضوع ما يتعلق بالآخرين عظيم عظيم كتير طيب أوكي أهلا مثل ما تفضلت وحكيت هذا الموضوع يتعلق بسلوكيات معينة وأيضا في أمور ممكن نحن نجهلة بطبيعة الحال نفكر أنه هذا الحب فقط للحبيب ولكن ماذا عن الأهل اليوم سيد مجدي ماذا عن الأهل نعم أنه في هذه المسألة أنه دائما التكيت الحب تتعلق بالأتكيت بين الأهل وبين الأصدقاء وبين الجملاء يعني على سبيل المثال بين الأولاد والبنات وكل الأمور كل بشر اللي عايش بهذه المتينة سواء في داخل المتينة أو في خارج بإمكان أنه عندنا عواطف عندنا إنسانية عندنا احترام وعندنا سلوك هذه كلها تعتبر من ضمن الأتكيت والأتكيت هو عبارة عن سلوك وتذوق بمهام الاستخدام مبدأ للإحترام وفي مبدأ السلوك طيب عظيم جدا الأستاذ يعني اليوم هذه فرصة تعتبر هي فرصة للمشاعر والتعبير عن هذا الموضوع اليوم نتحدث عن الهدايا المتعارف عليها وأكيد اليوم هي في أسعار كبيرة جدا ووضع الاقتصادي الأكيد من صعب إلى أصعب يعني يأتي اليوم كيف يمكن التعبير عن طريق الهدايا بحال نحن اليوم يعني مو قدرتنا مثلا نجيب هدية كبيرة أو هدية غالية للطرف الآخر نحن من ضمن الأكيد ما لا علاقة بالأشكالية يعني مهم اسمه البرنامج لتعبير عن الأكيد الحب هدية ولو كارت كارت من هذا فالشيء بسيط يعني أنا اليوم مثلا حبيت أقدم هدية بسيطة باقة من الورد نعم تكليبته مثلا 500 دينار المهم لونه أحمر تعبيره أنت إذا قدمت بيدك لهذا الشخص هذا تدل على لأنه أنت فعلا حققت النتيجة بتخديم الهدية يعني مو شرق إلا أنه أجيب الهدية التمينة ولا كليل من المجتمع الموصل اللي يفكرون بالهدايا التمينة اللي يكسب المناصب اللي يكسب التعاطب لا 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 هاي ما لعلاقة بالموضوع كل واحد حسب إمكانية أكو ناس مثلا حالتهم محدودة أكو ناس مثلا متمكنة أكو غير متمكن إحنا بهذه المسألة ما لعلاقة بها المواضيع إحنا ما لنفرض على أشياء التمينة لا بالعكس يعني على سبيل مثال مثلا يوم العيد لا لازم نشتري نافذ لحم لا 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 هذا الأتيكيت ما لديه علاقة نعم أتيكيت بعيدا عن الأمور المادية تتعلق بالسلوك وبالمجتمع بالكلام وبالتدوى وبالمدأة الاحترام ومدما تفضلت أستاذ مجدي يعني هو ألف بأ التعامل بين البشر أكيد وضمن هذا المجتمع للحصول أو للوصول على سلم أهلي كامل بين الأطراف الأستاذ مجدي وعد المدرب المتخصص في فنون الأتيكيت والبروتوكول في الموصل شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا اليوم بصباح الورد